تشهد مدن محافظة البحر الأحمر طفرة تنموية كبيرة في إطار الجهود التي تبدلها الدولة من أجل تحسين مستوى المعيشة في المحافظات كما علمت الدولة وعملت على تطوير المناطق غير الآمنة بالبحر الأحمر بتكلفة بلغت ملياراً وستمائة مليون جني جهود كبيرة تبدلها الدولة للتطوير في كل المحافظات بشكل عام وبمدن البحر الأحمر بشكل خاص لتنمية المحافظة والارتقاء بكافة خدماتها من خلال إنشاء مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة المشروعات تضم إسكان الروضة بالغردقة وإسكان السفاجة وإسكان القصير وإسكان رأس غارب وتشمل بناء العمرات والبيوت السكنية بنسبة تنفيذ بلغت مئة بالمئة في مدينة القصير وتحديداً في منطقة الكلاحين تم إنشاء عمارتين سكنيتين بهما أربعون وحدة كما تم إنشاء ستة وثلاثين بيتاً ملحقاً به فناء بإجمالي ست وسبعين وحدة وتم إنشاء البيوت والوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة بمنطقة الكلاحين بمدينة القصير وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي ثلاثين مليون جنيه البداية طبعاً كانت من توجهات سيد رئيس عبدالفتاح السيسي بنقل المواطنين المقيمين في المناطق غير أمينة لمناطق أخرى مخططة مناطق فيها نسبة البناء قليلة والمسحطات الخضرة أكبر دعنا مستوى جمهورية طبعاً إحنا في البحر الأحمر بدأنا المشروع ده بالتعاون ما بين صندوق تطولي العشوائيات ومحافظة البحر الأحمر على مرحلتين وتستهدف السوق الجديدة توفير وحدات تجارية للباعة الجائلين بالمدينة وفي مدينة الغردقة تم تنفيذ مشروع البيوت والوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة لكل من منطقة جبل العفش ومجاهد وزرزارة حيث تم إنشاء ثلاثين عمارة سكنية بها ستمائة وحدة وتم إنشاء مائتين وخمسين بيتاً ملحقاً به فناء بإجمالي ثمانمائة وخمسين وحدة وتبلغ تكلفة الإجمالية لمشروع حوالي ثلاثمائة وعشرة ملايين جنيه طبعاً بفضل السياسة الحكيمة عندنا هنا في البلد تنتنقلنا المساكن الرودة وطبعاً هنا الأماكن الجميلة جداً ومتوفر فيها كل المرافق والخدمات طبعاً متوفر لنا كل حاجة بالنسبة للسوق الرودة وفيها كل حاجة بصراحة يعني متاحة طبعاً احنا أول سوبر ماركت في السوق الجديد في السوق الرودة وطبعاً احنا دائماً بنشكر للقاضي السياسية على الحاجات الجميلة المتوفرة دي أما بمدينة سفاجة فتم تنفيذ الوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة بمنطقة زرزارة والبلغ عددها ثلاث عمارات بها ستون وحدة سكنية ومائة وأربعة وسبعون بيتاً ملحقاً به فناء بتكلفة إجمالية للمشروع حوالي سبعة وثمانين مليون جنيه وفي مدينة رأس غارب يشتمل مشروع مساكن روضة على خمسمائة واربعة عشر منزلاً مساحة كل منزل مائة وخمسون متراً مربعة كما يضم عمارتين تحتويان على اثنتين وثلاثين وحدة سكنية بتكلفة أربعمائة وثمانية وثلاثين مليون جنيه وفي مدن الجنوب ضمن المرحلة الثانية تم بناء ألف وخمسمائة وحدة بمدينة الشلاتين بتكلفة خمسمائة واربعين مليون جنيه وخمسمائة وحدة بحلايب بتكلفة مائة وخمسة وتسعين مليون جنيه هذا وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه على مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بالبحر الأحمر خلال المرحلتين الأولى والثانية مليار وستمائة مليون جنيه إذن هي جهود كبيرة تبذلها الدولة لتطوير كافة المحافظات ولتوفير سكن لائق لكل المصريين اشتركوا في القناة